رسالة الصليب من بستان القبر ما هي هذه الرسالة؟ هذه الرسالة هي بكل بساطة محبة الله للإنسان لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا هذه الرسالة هي لخلاص الإنسان تظهر محبة الله رسالة الصليب هي رسالة الغفران رسالة الصليب هي إعلان للصدق كلمات يسوع المسيح اللي جاء من أجل هذا الهدف وخلينا أقول هنا بكل وضوح لم يكن للموت سلطان على يسوع المسيح وإنه كان هذا الموت هو موت كفاري باختيار يسوع محضن يعني لم يجبر هو الذي اختار أن يأتي ويموت من أجلك ومن أجلي ومن خلال هذا الموت مات ليبيد الموت بالموت طبعا وأعطانا الحياة الأبدية مات يسوع على الصليب لينقض أعمال الشيطان ثم مات وقام لكي طبعا ننتفع بكفارته ونقوم أيضا معه فالسؤال لو لم يمت المسيح فإذن إعلان كلمات يسوع بتكون غير صادقة عدم مصداقية كلام يسوع المسيح كان كل نبوات العهد القديم بتكون كاذبة أيضا شهادة الرسل بتكون باطلة والإنجيل طبعا ما إلوش نفع لأنه كل الإنجيل هو رسالة الصليب والقيامة ثم أحبائي هو التكذيب لكل التاريخ من الأصدقاء والأعداء الذين شاهدوا بموت المسيح سواء من اليهود أو الأمم والرسل الأطهار ثم أحبائي لو لم يمت المسيح كان العقيدة المسيحية باطلة جدا وهدم لكل الإيمان المسيحي لو لم يكن مات يسوع المسيح فإذن العقيدة المسيحية باطلة وهذا طبعا بضيف لو لم يكن قد قام أيضا مع الموت لخلاص البشرية كان كل شيء انتهى لكن الصليب أصبح رمز المسيحية وأصبح افتخار قال الرسول بولوس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا ثم قال حاشى لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم الصليب أصبح صلب للذات والشهوات الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات ثم قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فإذا صلب المسيح ورسالة الصليب هي رسالة الفداء رسالة الغفران رسالة المصالحة رسالة التبرير رسالة التقديس ورسالة الدخول إلى السماء عن طريق دم المسيح اللي تسفك دمه من أجلك ومن أجلي هذه الرسالة الله بيدعونا حتى نقبل ونقبل يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر